موسيقى نحن في هذا اليوم نخرج هذه الدورة وقد تميز على غير العادة كما أشار رئيس الجمعية في فترة خياسية أن يأخذ عشر الطلاب درجة المئة كاملة وكما تعلمين أن فحص هذه الشهادة هو على مستوى دولي وليس محلي وليس من الجمعية أيضا أيضا مكتب الشهداء يقوم دائما بفعاليات يعود ريعها لصالح صندوق شهداء جامعة دمشق إلا أن هذه الدورة اليوم كانت مجانية لذوي الشهداء وقد ألحق بهم بعض طلاب جامعة دمشق ليسوا من ذوي الشهداء ولكن منسبة قليلة جدا نحن اليوم خرجنا هذه الدورة هذه المبادرة بواقع الأمر إجت بالتعاون مع فرع جامعة دمشق لحزب الباصل العربية اشتراكي وجامعة دمشق نفسها بالتعاون طبعا مع جميع المئة السورية طبعا هي الهدف المستهدفي من هذه المبادرة هن أبناء الشهداء والرفاق الباصي تم اختيار الرفاق وتم التحضير للكورسات نحن كجمعية قدمنا عملية التدريب والمدربين بالمستوى المطلوب والجامعة دمشق قدمت المكان وحاولنا من خلال تعلاقاتنا مع مرافز الاختبارات أن نحصل على حسم الطلاب حتى يجتازوا الامتحانات بأقل تكاليف ممكن طبعا عدد المتقدمين محدود الـ 105 طلاب 75% منهم أخذوا شهاداتهم مباشرة هي الكورسات مانا معقدة لكن هي الخطوة الأولى للتعامل مع الحاسوب وكانت هي خطوة مشجعة لأيلون حتى يستمروا بهذا المجال للتعامل مع الحاسوب هي شهادة أنه دعمتنا نحن كموظفين وكطلاب بجامعة دمشق والشكل الأكبر أكيد لرفاق المهندسة إيمان حوراني هو الذي دعمنا نحن كموظفين عنده وكطلاب نحن بجامعة دمشق أنه ندعم حالنا بخبرة أساسية بالنسبة لدورة ICDL هي دورة كتير مميزة مثل ما بنعرف نحن الأصدار السادس العيلة معلومات كانت أكتر من رائعة يعني إذا فيني أقول أنه أنا في عندي خبرة بقيادة الحاسوب بس كانت يعني عادية أما هلأ فيني أقول تفوقت على حالي أنه تعلمت بكل أنواع Microsoft Office, Word, Excel, Access كله تفوقت فيه وكانت من الأروع الأيام بالنسبة للأعطاء بالنسبة لأسلوب التنظيم هاي الدورة كتير فادتنا فادت كتير عالم ليش لأنه شيء لبرامج تدريبية يعني أنه أي واحد سواء أنا بصراحة كنت في فكرة حاليني بعرف شغلات مثلا بالبرامج مثل Word مثل Access بس طلع فيه شغلات جديدة كتير يعني أنه الواحد لابد أنه يتعلم مش عن المستقبل وبعدين لأنه كتير بتفيد مهنيا وطبعا الدورة ضمت كل الأعمار يعني مواقفة عطالب أو هاي ضمت موظفين وقيادات وحتى طلاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر